حقيقة الغرض والهدف من القسم هو الاهتمام بالنفس الإنساني النفس مهمة جدا رابح النفوس دايما حكيم ودايما بنقول النفس في خدمة الروح وبرضو بنقول لا أساس روحي سليم إلا على أساس نفسي سليم وبندخل في المدارس النفسية وبناخد منها ما يفيد وبطريقة فيها فهم ومنقشة ونقد أحيانا للنظريات اللي قد تكون عالمية ومش محطوط فيها كل الاعتبارات إحنا بنعمدها وبناخدها بمفهومنا الكنسي الأرتودوكسي قسم الإرشاد النفسي بمعهد الرعاية والتربية يضع قسم الإرشاد النفسي العناية بالإنسان من الناحية النفسية بإسلوب علمي صحيح هدفا أساسيا له لذا فهو يهتم بتقديم دراسات مبنية على رؤية مسيحية وعلمية ممنهجة وقادرة على توفير كوادر تقوم بالعمل الرعوي بشكل أكثر فاعلية كما يسهم في الدعم النفسي لأبناء الكنيسة وإحداث تغيير حقيقي في حياتهم القسم بيدوم مجموعة متميزة من المحاضرين من الأباء الكهنة والأطباء النفسيين والأساس المتخصصين في علم النفس هدفهم تقديم ثقافة نفسية للدارسين على أساس علمي سليم بهدف تنمية شخصية الخادم وأنه هو يكتسب مهارات تمكنه من التعامل النفسي السليم مع المخدمين في كل المراحل اللي هو ممكن يكون بيخدمهم وتقديم الدعم النفسي المناسب لهم فده هدف القسم وهدف المادة اللي أنا بقدمها على وجه الخصوص حتى نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع كوسيط معالبنا بوليس الرسول ويسلك كل مننا كما سلك سيدنا يسوع المسيح والمواد التي تدرس في القسم هي اللهوت التقصي خدمة الشباب الكنيسة والشفاء النفسي علم النفس الإرشادي اضطرابات النفسية في الأطفال والمراهقين والبالغين والمسنين والمرأة الطب النفسي الأسري المدارس العلاجية وتطبيقها في علاج بعض الاترابات النفسية الاترابات الجنسية والشخصية الشخصية الإنسانية وأنماطها نظريات الإرشاد النفسي الإدمان الجنس في الأسرة مدخل إلى التربية الجنسية الطفولة والمراهقة ومهارات التواصل في إرشاد النفسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر